كمان الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسأل الله تعالى أن يتقبل بنا وملكم جميعا صياما ستة أيام من شوال انتهى رمضان ولا وأدبر ولكن ماذا تعلمنا من رمضان هذا هو موضوعنا لهذه الليلة ماذا تعلمنا من رمضان من دروس وعبر وعظات ما هو الأثر الذي بقي في أنفسنا من مدرسة رمضان لأن رمضان كما أراده الله سبحانه وتعالى هو مدرسة عليا بامتياز من دخلها عليه أن يتعلم الكثير من الدروس ويستفيد الكثير من العبر والعباط ليخرج من جامعة ومدرسة رمضان وقد حاز على شهادة حسن السيرة والسلوك وحاز على رضا الرحمن لا شك أن المؤمنين والمؤمنات خلال هذا الشهر الفضيل بدلوا جهودا حسنة فكانوا في النهار صائمين وبالليل قائمين وكانوا يتنون القرآن العظيم بين الفينة والأخرى وكل منا اشتهد حسب طاقاته للعطاء والبدل والإحسان وكلنا حرصنا على أن نحضر مجالس البكر كل هذه الأمور وهذه المبادرات سوف تترك أثرها الطيب في قلوب عباد الله المؤمنين فتعالوا بنا أيها الأحباب الكرام نرصد وإياكم أهم الدروس والعبر التي استفدناها من هذا الشهر الفضيل أول شيء استفدناه هو سرعة الاستجابة لنداء الله تعالى دوما نسمع نقدا يتوجه إلى أهل الإيمان وإلى الأمة الإسلامية أنها لم تعد تستجيب لنداء الله أن لو سمعت يا أيها الذين آمنوا وكان هناك أمر أو نهي قل ما يستجيب الناس للأمر الإلهي ولكن في رمضان تعلمنا جميعا أن عندنا استجابة سريعة ومن غير تردد لنداء ربنا سبحانه وتعالى فربنا يقول الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصبهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم فنحن استجابنا لنداء الله لما سمعناه يقول جل جلاله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات استجابنا جميعا لنداء الرحمن وكنا من الصبقين لهذا العمل الصالح وهذا ينطبق علينا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم فقد وجدنا في رمضان حياة طيبة حياة كريمة حياة إيمانية نسأل الله تعالى أن يتقبلها مننا استفدنا كذلك أيها الأحباب الكرام أننا في رمضان كنا نعظم شعائل الله لاحظنا بأن المجتمع مجتمعنا صار مجتمع التقوى ومجتمع البر ومجتمع الإحسان مجتمعنا في رمضان كان مجتمعا صالحا بامتياز حتى إن معظم سلوك الناس يبدو فيه الاستقامة ويبدو فيه الأريحية وتبدو فيه المحبة والمودة والوئام والتعاون والتضامن ومن ينظر إلى التقارير الأصادر عن الدوائر الأمنية فيلاحظ بأن هناك ندرة قليلة من الجرائم حتى حولت سير قليلة جدا مقارنة مع الشهور الأخرى فرمضان كان فيه واحد نوع من الناس يشعرون بأنهم يعظمون هذا الشهر الفضيل يعظمونه ويعظمون الدين حتى المدخنين كانوا لا يدخنون حتى من كان عنده بعد سلوك صار يخفيه عن أنظار الناس كل هذا من باب تعظيم شعائر الله وهذا من التقوى ربنا قال جل جلاله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب شعرنا كذلك في رمضان أن هناك مراقبة إلهية في قلوبنا هناك الشعور بالمراقبة الإلهية فالناس إذا أردت أن تأمرهم أو تنهزهم لن تستطيع أن تحكمهم إلا عن طريق ما يسمى بكاميرات المراقبة أو غيرها الناس هكذا جبلوا في أوروبا الآن وفي العالم الغربي نلاحظ هناك استقامة استقامة للشعوب في العالم الغربي ومن بين أهم أسبابها أن الحكومات هناك زرعت كاميرات المراقبة الأمنية في كل مكان في الشوارع العامة في الملاعب في الأسواق في المصاعد في الفنادق في كل مكان هناك مراقبة عن طريق الكاميرات وبذلك الناس استقاموا لأنهم يستشعرون بأنهم مراقبون من طرف بشر مثلهم نحن في مجتمعنا ولله الحمد من دون مراقبات للكاميرا استشعرنا بأن هناك رقابة إلهية وأننا نفعل الخير في العلن والسر وربنا عز وجل يعلم أحولنا وأعمالنا وكنا نصوم وكم من واحد أمامه طعام وشراب بارد ولا يستطيع أن يتناوله لماذا؟ لأنه يشعر بأن الله يراه ويسمع قوله نصوم لله في السر والعلم وهذا مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله تعلمنا جميعا في رمضان أن نحاسب أنفسنا ونراقب قلوبنا حتى لا نقع في المحضور كذلك أيها الأحبة الكرام تعلمنا في رمضان أن نحصل على مقصد التقوى لأن الغاية من الصيام أن نكون من المتقيم والحمد لله والمنة من الله سبحانه وتعالى أننا استشعرنا هذه التقوى شيء في صدورنا وقلوبنا بدأ يكبر وبدأ يينع ويبدأ يترعرع وليعطي ثماره لأن الغاية من الصيام هي أن نكون من المتقيم هكذا قال ربنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لا شك أنكم أيها السادة المستمعون شعرتم بهذا العنصر في قلوبكم خرجتم من رمضان وأنتم تحملون في صدوركم وفي قلوبكم وفي عقولكم شعرت التقوى والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل هكذا في أجل تعريفاتها التي قدمها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال هذا هو هذه هي أهم السمات التي في التقوى ولعلنا خرجنا بنصيب وافر منها في رمضان نشعر بالخوف من الله الخوف من الجليل نجل عدمة الله طبعا هذا الخوف ليس خوفا فيه نوع من النفور وإنما خوف بالتعظيم خوف من الجليل والعمل بالتنزيل استشعرنا العمل بالقرآن والسنة والقناعة بالقليل تعودنا في رمضان أن نأكل قليل وننام قليل ولم نطلب من الدنيا إلا القليل والاستعداد ليوم الرحيل كل منا يعمل وهو يتمنى على الله بعد عمر طويل أن يجاز خير الجزاء في جنات النعيم كل هذه الأشياء تعلمناها من مدرسة رمضان وتعلمنا كذلك أننا نلتزم بالقيم الدينية لاحظنا بأن مجتمعنا صار مجتمع القيم ليس هناك لا سرقة ولا هناك اغتصاب ولا هناك اعتداء على أموال الناس ومصالحهم صار همنا الأكبر هو الدين صار همنا الأكبر هو العبادة والطاع وهذا ينطبق على قول ربنا سبحانه وتعالى واستعيد بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون شعرنا بأن بأن همنا الأكبر لم يعد هو الدنيا همنا الأكبر في رمضان صار هو الدين وصار هو العمل للآخرة ولاحظنا بأننا في رمضان كثرت أرزاقنا في رمضان كثرت الأرزاق وفي رمضان موائد الرحمن في كل مكان وفي بيوتنا موائد طيبة مباركة وأغنياؤنا يوسعون على فقرائنا ولاحظنا بأن الخير عم الجميع لماذا؟ لأن من كان همه الآخرة ربنا أغنىه ومن كان همه الدنيا ربنا يفقره وقد قال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له هذا قانون رباني قاعدة عامة كل من يهتم بالآخرة ربنا وعده بأن يغنيه والغنى قد لا يكون أموال بل يشعر في قلبه أنه غني ويشعر بأن شمله مع أهله وذويه وأحبابه مجموع ثم إن الدنيا تأتيه الدنيا تقول ها أنا داب بين يديك خضني إليك أما من كان همه فقط الدنيا وكان لا يعبأ بالآخرة فإن الله تعالى يجعل فقره بين عينيه تجده دوما وأبدا يشكو الفقر يقول هناك غلاء وهناك قلة ندرة في الموارد وهناك أزمة مرتقباء وهناك وضع يسوء دائما عنده رؤية وفقر وعدم قناعة ويفرق الله عليه شمله تجد في صراع مع من حوله مع أصدقائه وزملائه بل ومع أهل بيته بل ومع نفسه فرق عليه شمله ثم لا ينال من الدنيا إلا ما قدر له لا يأتي إلا القليل عنده مال مفير ولكن لا يأكل منه إلا ما قدر الله له عنده ملاهير أو ملايين ولكن لا يأكل ولا يتناول ولا يتنعم إلا بالقليل مما أعده الله له فرمضان أيها الأحبة الكرام خرجنا منه بكل هذه المعاني معاني عظيمة ومعاني جليلة وخصوصا ذقنا فيه حلاوة العبادة في رمضان كنا نعبد الله تعالى بالنهار وبالليل صيام بالنهار وقيام بالليل وطبعا من كان كل وقته في العبادة سيدوق حلاوة الإيمان وسوف يشعر بلدة الحسنات وسوف يستشعر حقيقة السيئات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن ذلك المؤمن من علمة المؤمن أنه يشعر بالمسرة والسعادة بالحسنات الحسنات ويستاء من السيئات إذا قام بحسنات بصدقات بعبادات بركعات بصلة للأرحام يفرح ويسعد بيد الحسنة لكنه إذا صدرت منه سيئة تجده كئيب وحزين ومهموم وهذا هو المؤمن تسره حسنته وتسوءه سيئته تعلمنا أيها الأحباب الكرام في رمضان تعلمنا شيئا مهما للغاية وهو المحافظة على الصلاة في أوقاتها هذه نعمة عظيمة من أعظم ما تعلمناه في رمضان لأنه بعد الصيام هناك القيام والصلوات الخمس لاحظنا بأن مساجد المملكة الشريفة التي تزيد عن 53 ألف مسجد كلها كانت ممتلئة عن آخرها خلال شهر رمضان بل ولاحظنا هناك مساجد أقيمت خصيصا في رمضان عبارة عن خيام خيام كبيرة أقيمت في ملاعب القرب وأقيمت في السحات الكبرى أقامها أهل الفضل وأهل الإحسان يتجمع فيها الآلاف من المصلين ورأينا النساء يتزاحمنا في مساجد الله ورأينا الشابات والشباب عموما كلهم لهم نصيم في الصلاة ولاحظنا بأن الناس أوقات الصلاة يتركون أعمالهم ويتركون متاجرهم ويتركون مصالحهم ويلبون لداء الرحمن للصلاة وهذا ينطبق علينا قول الله تعالى رجال لا تلهيه انتجارة ولا بيع عن ذكر الله ويقاه يتميز ق... وقال لداء أن نهيه انتجارهم يخافونون فيه القلوب والأبصار الناس يخافون من القيامة ويخافون من يوم البعث والنشور يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار رأينا الناس كلهم يتزحمون لبيوت الله تعالى ورأينا كذلك أيها الأحب الكرام الازدحام على النوافل خصوصا صلاة ترويح الناس يؤدونها بعد العشاء وقبل الفجر فكانت بيوتنا والحمد لله وبيوت الله مليئة بالمصلين لقول الله تعالى وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل الناس يقومون بالغار والليل بالصلاة والناس يبيتون سجدا والليدين يبيتون لربهم سجدا وقياما هؤلاء هم عباد الرحمن خصوصا حافظنا وإياكم على صلاة العشاء والفجر جماعة فمعظم الناس حتى ممن لم يصلي الترويح على الأقل يحافظون على صلاة العشاء في الوقت وصلاة الفجر في الوقت مع الجماعة لأن هذه فيها خير كبير لأن من أدل العشاء والفجر في الجماعة نال أجرا وتوابا كبيرا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله خصوصا عباد الرحمن الذين يمشون في أماكن مظلمة هناك بعض الناس يعيشون في أبواحي المدن أو في القرى أو في الجبال ويسيرون إلى المساجد في ظلام دامس وقت العشاء أو وقت الفجر يسيرون على أقدامهم أو على دوابهم والظلام دامس هؤلاء بشرهم النبي الكريم بالنور يوم القيامة فقال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة كل هذه الأشياء الطيبة استفدناها من مدرسة رمضان رمضان مدرسة بامتياز تعلمنا فيها الكثير ولله الحمد والمله وتعلمنا في رمضان أننا لا نهجر القرآن تعلمنا أن نقرأه وأن نردده وأن نستمع إليه تعلمنا أن تكون صنة قوية مع القرآن العظيم والذين يقرؤون القرآن يرجون تجارة لن تبور مع الله تعالى ربنا قال إن الذين يتلون كتاب الله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور تجارة عظيمة استفدناها من رمضان من خلال اهتمامنا بكتاب الله عز وجل والذين لا يحفظون القرآن أو لا يستطيعون تلاوته كانوا يملؤون أوقاتهم بالذكر والاستغفار هناك أقوام لا يقرؤون القرآن لأنهم إما عندهم أمية أو عندهم ضعف في القراءة فيملؤون أوقاتهم بالذكر وبالاستغفار بالليل والنهار ربنا وعدهم بالخيرات وعدهم بالمكرمات فقال إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم فهنيئا لكل من ملأ وقته بالاستغفار والذكر والدعاء والابتهال وقت السحر تعلمنا من رمضان أننا نحضر إلى الدروس الدينية ونتعلم العلوم الشرعية وهذه صفة طيبة علينا أن نواضب عليها كنا نحضر دروس العلم وحلقات الذكر ونتعلم أمور الدين من خلال قراءة الكتب الإسلامية أو من خلال الإطلاع على مواقع فيها الفائدة لهذا نحصل الحكمة ربنا قال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا خيرات أيها الأحباب الكرام تعلمناها في هذا الشهر الفضيل خصوصا خصوصا أننا كنا وإياكم جميعا نشارك في الأعمال التي فيها الخدمة الخدمة للمسلمين رأينا في رمضان ازدهار الأعمال الخيرية رأينا أهل الخير وأهل الفضل وأهل الإحسان يتنافسون فيما بينهم لتقديم الصدقات رأيناهم كيف يعطون ولا يخشون الفقر رأينا الجمعيات جمعيات البر والإحسان ورأينا الصلحاء في كل مكان يقدمون الخدمة لعباد الله الضعفاء والمساكين كل هذا فيه خير وبركة عظيمة وربنا سبحانه وتعالى وعدنا بالجزاء الأوفر علينا أن نستمر في هذه الأعمال حتى خارج رمضان خصوصا فلسفة التضامن وفلسفة التعاون وفلسفة الإحسان إلى الضعفاء والفقراء والمحتاجين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة فكل من ينفس على أخيه غلاء الحياة وغلاء الأسعار فإن الله تعالى ينفس عليه قربة من قرب يوم القيامة هذه أمور كثيرة وكثيرة تعلمناها من رمضان وعلينا أيها الأحبة الكرام أن نواضب عليها هذه الأمور هي الغاية من صيام رمضان الغاية باختصار هي أن نحصل على التقوى لا ينبغي أن نكون نحن كما دخلنا أول من مرة إلى رمضان نخرج منه علينا أن نكون قد تغيرت فينا أشياء كثيرة وكثيرة جدا وقد حصل ولله الحمد والمنة أن وقع التغيير والتبديل إلى الأحسن والأفضل نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا هذه الأعمال الفاضلة ونسأل الله تعالى أن يتبت الإيمان في قلوبنا ويزينه في صدورنا ويعيننا على المزيد من العمل الصالح أن يعيننا على المزيد من الخير والبركة أن يعيننا على المزيد من الأعمال التي تقربنا إلى الله زلفا فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك